موسيقى نفسه النبي والصحابة والمسلمين فسيدنا أسامة طلع بالجيش وانتصروا وفي آخر المعركة جي واحد من المشركين رفع سيفه اللي كله دمه ملطخ بدماء الصحابة اللي قتل بها أصحابه يعني رجل خلاص عمل كل حاجة وحشة فرفع هذا السيف وراح يقتل سيدنا أسامة بن زايدة فسيدنا أسامة بزيد مسك الحربة بتاعته أول ما سيدنا أسامة بزيد مسك الحربة الرجل المشرك ده قال لا إله إلا الله فقام سيدنا أسامة رمي الحربة وقتله الله فرحان قوي وبيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم أنه الحمد لله انتصر والنبي كان مبسوط وحكى له الموقف ده فالنبي تغير وجهه وقال ويحك يا أسامة فكيف لك بلا إله إلا الله ويحك يا أسامة فكيف لك بلا إله إلا الله ويحك يا أسامة فضل يكررها كتير لحد ما سيدنا أسامة بيقول يعني كان نفسي أنه يعني مش عارف أعمل إيه نفسي النبي يسكت أنا مش قادر مش قادر أسمع منه وهو عمال بيقول لي ويحك يا أسامة فكيف لك بإله إله إلا الله وبيقول في اللحظة دي تمنيت إن أنا لسه أدخل الإسلام من دلوقتي يعني يا ريتني كنت دخلت الإسلام من دلوقتي من كتر ما كان الموضوع شديد وصعب عليه قوي فكان درس قوي جدا لسيدنا أسامة إنه زي كان النبي صلى الله عليه وسلم زعل قوي إن رجل اتقتل بيقول إله إلا الله وهو سيفه فيه دم يعني سيفه فيه دم من دماء الصحابة أصحاب سيدنا أسامة المسلمين وعليه من لحمهم حاجة 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 متعبة جدا بس النبي قال له لأ ما تقتلوش عشان قال لا إله إلا الله تمر الأيام وتيجي وقت لحظة كده في حيات المسلمين كان فيه فتنة بين سيدنا عليه ابن أبي طالب وسيدنا معاوية مسلمين قصاد مسلمين بيدربوا في بعض ومسلمين دول بينتصروا لسيدنا عليه ودول بينتصروا لسيدنا معاوية وسيدنا أسامة شايف المنظر قدامه وفيه صحابة بيدربوا بعض فالموضوع غريب جدا بالنسبة له مش عارف يعمل إيه سيدنا أسامة فراح يقول لسيدنا عليه إنك لو كنت في شدق الأسد